بعد تحرير محافظة الأنبار من سيطرة داعش وعودة الدوام رسميا في جامعتها عام 2017 كان خيار الحصول على الكهرباء من الألواح الشمسية أحد الحلول المطروحة أمام رئاسة الجامعة لسد جزء من حاجتها للكهرباء الوطنية أكاديميون في مركز بحوث الطاقة المتجددة فيها تمكنوا من جعل المركز نواتا لتحول أبنية الجامعة إلى الطاقة النظيفة لما بدت الفكرة كانت بقدرات واطئة يعني كانت تأمن التهوية وليس التبريد الأعمال المكتبية الإنارة دوائر الحكومية وبضمنها الجامعات الدوام مالتها في الوقت النهاري من ساعة 8 صباحا إلى ساعة 3 أربعة عصرا فهنا هذه ممكن نستفاد من المنظومات التي تعمل بالطاقة الشمسية فكانت الجدوى الاقتصادية إلى أن نؤمن مركز بحوث الطاقة كليا كليا من 2017 إلى أن وصلنا 2022 نحن مأمنين حتى جزء التبريد بحيث تبريد صيفين تدفيع شتاعا مؤخرا تبنت وزارة الكهرباء مشروعا لتحويل الأبنية الحكومية التابعة لها إلى أبنية ذكية باستخدام الطاقة النظيفة لتخفيف الضغط على منظومة الكهرباء الوطنية فضلا عن المساهمة في تقليل التلوث البيئي نصغنا تجربة محددة نحن بوزارة الكهرباء بمقر الوزارة وبدائرة التدريب وبحوث الطاقة إحدى تشكيلاتنا سعينا إلى نصب هذه المشاريع لأن تكتفي تلك الدوائر ذاتيا وكانت تجربة نوعا ما ناجحة نحاول أن نسيخها لأن تطبق في كل دوائر الدولة وبالتالي هذا المساهم موجود مع دوائر الدولة مع المحافظات مع الوزارات والشركات لتقليل الضغط على المنظومة ولأن تعتمد هذه المؤسسات على تلك المشاريع وأيضا أن تكون صديقة للبيئات وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت مضيها بمشاريع الطاقة الشمسية عبر توقيعها جولتين رخيص مع شركات عالمية بسقف إنتاج يصل إلى 12500 ميجا واط متوقعة دخول هذه المشاريع مرحلة الإنتاج ضمن سقف زمني يمتد إلى ثلاث سنوات وبحسب مسؤولين في وزارة الكهرباء فإن مؤسسات حكومية لا زالت خالية من عدادات استهلاك الكهرباء من بينها 6000 مدرسة في وزارة التربية تحويل هذه المؤسسات وغيرها إلى أبنية ذكية سيسهم بتقليل هدر الموارد الحكومية وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية ضياء محمد الحرة محافظة الأنبار